هل تتعامل حركة النهضة وحزب النهضة بشكل لا يتصق مع حجمها الطبيعي لها 54 مقعدا من أصل 217؟ لماذا تغرد منفردة وتقول سأغير الحكومة؟ هو الحقيقة البلد في أزمة سياسية منذ يوم الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية لأن تنقيح القانون الانتخابي الذي كان من المقرر أن يحصل تأجل أو أوقف بسبب وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي رحمه الله وبالتالي لم يقع اعتماد نظام الذي يفرض على كل قائمة تحصل على الأقل 300 من الأصوات في ذلك المشهد فسي فسائي مهما كانت الحكومة ومهما كان رئيس الحكومة فالمشهد معقد جدا حاليا هناك أتلاف صوت الإختارة إلياس لخفاخ في 129 نائبا أي حركة النهضة وقلب تونس بزعمة نبيل القروي وأتلاف الكرامة وبعض شركائهم هناك أزمة بسبب قضية ما سمي بتضارب المصالح أو خمسة قضايا شبهات فساد التهمة بها رئيس الحكومة هناك مساران البعض يقول ننتظر التحقيق وهذا هو الأسلم التحقيق لمدة شهر أو شهرين حتى يقول القضاء واللجان المختصة كلمتها بعض الأطراف أرادت أن تستعجل الأمر في تار خلافات سياسية وطالبت بإقالة الحكومة وهنا تداخلت الأوراق بالمناسبة الساعات الماضية توحي بأن هناك تطورات لأن الرئيس قيس عيد استقبل اليوم على انفراد وزيرين من النهضة هم اللطفي زيتون مدير مكتب الغنوشي سابقا في لندن وهو وزير الجماعات المحلية وهو وزير التعليم العالي سليم شورو وهناك الآن اجتماع طارئ لمجد الشورى النهضة وهناك مشاورات في الكواليس بين بعض الأحزاب الأمور مهددة بالانفجار كل طرف يتهم الطرف الآخر بالعبث رئيس الجمهورية ليس له صلاحيات كبيرة حسب الدستور رئيس الحكومة هو صاحب الصلاحيات الأكبر لكن هناك أزمة ثقة حاليا حتى يحسم ملف القضاء أو تهمة الفساد رئيس البرلمان ليس له صلاحيات في السلطة التنفيذية والبرلمان ليس له صلاحيات في القطاعات كثيرة فهناك أزمة سياسية هيكلية تتطلب مشاورات وحلول عميقة قبل أن ينهار البيت على الجميع خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة والتي تبدو مرشحة إلى الانفجار بسبب مضاعفات كورونا التي قد تزيد ما بين أربعمائة ألف ونصف مليون عاطن على العمل الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر